موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسادتي الكرام ومشاهدي قناة الإمام الحسين حياكم الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما وراء الباب الحديث حول تفاصيل تتعلق بالأحداث التاريخية التي حصلت في ما بعد رحيل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا في الحلقة الماضية عن جزئية مهمة تطرقت بها السيدة الزهراء سلام الله عليها من خلال خطبها تحدثت عن حقها في فدك ولماذا ذكر هذا الحق الذي لربما البعض يعتبره حقا شخصيا بالوقت الذي لم تطالب به السيدة الزهراء لم تطالب السيدة الزهراء بحقوق شخصية أخرى حصلت ولربما أثرت عليها نناقش هذا الموضوع ومواضيع أخرى إن شاء الله مع جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني ضيف في البرنامج الدعم جيناب السيد حياكم الله وإلى نهاية الله يسلمكم وحياكم الله يبارك فيكم الله يسلمكم وإطيكم العافية سيدنا توقفنا في الحلقة الماضية هذه الجزئية جزئية فدك ولماذا ذكرت السيدة الزهراء سلام الله عليها فدك لأكثر بالمرة على خلاف المواضيع التي لربما تعتبر شيء شخصي للسيدة الزهراء لم تذكره لم تتطرق له لم تقف عنده بداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد بالنسبة لموضوع فدك جاء ضمن سياق خطبة الزهراء سلام الله عليها في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمح لي أنا أقدم مقدمة في خصوص خطبة الزهراء حتى بالتدريج ندخل في صلب الموضوع لماذا الزهراء سلام الله عليها طالبت بفدك وذكرت قضية فدك في خطبتها بالذات المقدمة هي أن الزهراء سلام الله عليها بادي هذه الخطبة طبعا نقلها الجمهور من المسلمين سواء من الشيعة الإمامية من مصادرنا وكذلك من مصادر القوم وأما من مصادر القوم فقد ذكرها صاحب بلاغات النساء ابن طيفور المعروف بابن طيفور الخطبة الثانية موجودة في كتابها هي هذه الخطبة التي ألقتها الزهراء سلام الله عليها في مسجد أبيها رسول الله وكذلك نقلها آخرون مثل العلامة المجلسي رضو عن الله تعالى عليه وقدس الله سره وذكرت أيضا في مصادر أخرى هذه من ناحية مصادر الخطبة وأما نفس الخطبة خطبة الزهراء التي ألقتها الزهراء سلام الله عليها وهي في ريعان شبابها يعني لها من العمر كان ثمانية عشر عاما فهي الخطبة تصدر من هكذا إمرأة بهذا العمر بهذا السن دلالة على أنه هناك عصمة للزهراء سلام الله عليها وأبدت يعني بلاغة وأبدت تفهما في أصول الدين في روع الدين لأن الخطبة تنقسم إلى قسمين خطبة الزهراء الزهراء سلام الله عليها قسمت خطبتها إلى قسمين قسم في العقائد اللي يخص فيما يخص التوحيد وكذلك النبوة وقسم في الأحكام بالنسبة قسم الأحكام الذي ذكرت فيه قضية الميراث فبهذا العمر تذكر مواضيع حول العقائد حول التوحيد التي عجز عنها من جاء بعدها في أن يأتي بمثلها فدلالة على أن الزهراء سلام الله عليها شخصية عظيمة كما وصفها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين هذه كمقدمة بالنسبة إلى خطبة الزهراء ثم أن الزهراء سلام الله عليها في خطبتها ذكرت قضية فدك وقضية فدك يعني كأيضا نطي مقدمة للمشاهد الكريم حتى يكون في الأجواء الزهراء سلام الله عليها بداية هي لم تذكر قضية الإمامة إلا مقدمة قدمة مقدمة في خصوص فدك ليش لأن المحور الرئيسي للزهراء سلام الله عليها هو قضية الإمامة والدفاع عن حق الإمامة المغتصب من قبل القوم الذين قاموا بهذا الانقلاب الإمامة التي جعلها الله عز وجل للإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه والتي بلغ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزلت فيها آيات من جملة الآيات التي نزلت في خصوص باعة يوم الغدير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكانت قضية الزهرة قضية فدك المدخل لقضية الإمامة وإلا الدنيا وما فيها لا تساوي عند الصديقة فاطمة سلام الله عليها شيئا فلأن صحيح وارد فدك سنويا كان ما يقارب الأربع وعشرين ألف دينار هذا مبلغ لا يستهان به ولكن بالنسبة إلى أهل البيت السلام الله عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة هلأة بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه نعم لأجل الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه أو في بعض التفاثير على حبه رغم احتياجهم لذلك الطعام عموما ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة فالدنيا لا تساوي عند أهل البيت وخاصة عند الزهراء سلام الله عليها شيئا إلا بمقدار ما يسدوا رمقهم والدنيا عندهم وسيلة وليست غاية ثم المدخل إلى قضية فدك طبعا نحن ذكرنا البارحة مقدار حول أجواء فدك وما هي فدك وهي اليوم نكمل إن شاء الله نعم حسنا وباعتبار هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة يعني نحاول أنه نوفي المعلومات كاملة حتى لا تصل الرسالة ناقصة إن شاء الله للمشاهدة كاملة فدك باختصار هي أرض تابعة لليهود أرض زراعية وقد صالح أهلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة أطراف المدينة نعم أطراف المدينة يعني توعد مسافة عن المدينة فحينما رأوا أهلها أن رسول الله قد فتح خيبر فلذلك هم في أنفسهم عرفوا أن لا طاقة لهم في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ومواجهة جيش المسلمين فلذلك تنازلوا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله فقط نحن خلينا على الأرض وننصفك هذه الأرض فإذن من هذا يفهم على أن يعني التواريك كلها تذكر قضية فدك أن هذه الأرض ما فتحت عنوة نحن عندنا في الإسلام الأراضي تنقسم إلى أقسام عندنا هناك أراضي تسمى الأنفال وهناك الأراضي التي تسمى أراضي الموات الموات يعني غير مستثمرة مثل الصحاري وغيرها وأرض فدك هي التي تسمى الأنفال يسألونك عن الأنفال قل هي لله ولرسوله الأنفال الله سبحانه وتعالى بصريحة الآية يقول أنها لله طبعا نسبتها لله للتبرك وبالنتيجة عائدة إلى رسول الله لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يتملكها باعتبار الآية توضح كيف يعني النبي يتملكها ليش ما كانت تعود للمسلمين عامة كالعراض المفتوهة عنوة الله سبحانه وتعالى يصرح ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الآية الشريفة في خصوص هذه الواقع قضية فدك يقول فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركب يعني لم تفتحوها أحسنتم يعني ما جهزتم الجيوش وجيشتمها وتحملتم المصاعب مثلا وقاتلتم لا وإنما هم أهل أجاء وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله يتصرف بها كيفما يشاء وبالفعل لما تمت المصالحة واستلم النبي أرض فدك هبط جبرايل عليه السلام على رسول الله وتلى عليه هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربة حقه هنا نسأل النبي الأكرم من جبرايل قال لسان الآية لسان عام باعتبار الآية تقول وآتي ذا القربة عموم القربة هناك خواص ذكر جبرايل لرسول الله لا وإنما القربة المعنيين في هذه الآية هم فاطمة سلام الله عليه جيد هسا يتبادر إلى ذهن لكيف الله سبحانه وتعالى يخص فدكا ويخص القربة التي جاءت بالأفض الجن يخص فاطمة وهي مفردة هذا تعظيم للأشخاص الله سبحانه وتعالى حينما يريد يعظم أشخاص يأتي بلفظ العموم وهذا موجود أيضا مشابه له في آيات أخرى في القرآن الكريم وبالفعل فأخبر جبرايل رسول الله على أن الله سبحانه يعني ويقصد من خلال وعاتذ القربة حقها أعطي فاطمة فدكا زين لماذا أيضا أخبره جبرايل عن الله بأن عوضا عما قدمته أمها خديجة في سبيل الإسلام والله سبحانه وتعالى عوضت زهرة خديجة سلام الله عليها كانت قد توفيت في مكة وهذه القصة وقعت في المدينة يعني بعد وفاة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها فالله سبحانه وتعالى عوضا عما بذلته خديجة وخديجة كانت ذات ثراء عظيم يعني الذي قدمته ليس قضية ليس أمرا قليلا أو نزرا وهو يقال ما بني الإسلام إلا على سيف علي وأموال خديجة ومال خديجة بارك الله فيه يعني ما يوجد بيت في مكة إلا وكان يضارب في مال خديجة يعني منهم العمل ومن خديجة سلام الله عليها رأس المال والبضاعة وكانوا يضاربون فكانت هذه الأموال كلها يعني الوارد يأتي إلى خديجة وقدمت خديجة سلام الله عليها هذا المال ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى آل الآمر بها أنها تنام هي ورسول الله على جلد كبش رغم الثر والطائلة التي كانت عندها لكن أنفقتها في سبيل الإسلام وعوضا عن هذا الله سبحانه وتعالى أكرم ابنتها الصديقة فاطمة سلام الله عليها بأرض فدك وكانت كما يذكر المؤرخون ست سنوات أرض فدك بيد الزهراء لأنه في الواقع لما أخبره جبريل أخبر النبي بأن هذه الأرض الله يأمرك بأن تؤدي حق ذو القربة بأن تعطي فاطمة فدك فجاء رسول جاء رسول الله هو أحضر الزهراء بمحضر من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين وأم أيمن لأن الواقعة والقصة حدثت في دار أم أيمن زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان مثلا يطالبون بالشهود الشهود كانوا موجودين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وكذلك أم أيمن ثم إضافة على ذلك من خلال تصرف فاطمة سلام الله عليها بفدك لأنها كان في أرض فدك فلاحين يعملون من قبل فاطمة والزهراء سلام الله عليها كانت في نهاية الأمر في كل مثلا فصل تعطي أجرة الفلاحين هذا دليل آخر أنه لها الأرض أحسنتم ملكية اليد كما يأتينا من خلال البحث فالزهراء كانت فدك بيدها إلى أن استشهد رسول الله والجماعة بعد ما حدث الانقلاب و إجاء الأول وطرد فلاحين فاطمة سلام الله عليها وتصب أرض فدك فالزهراء هنا اعترضت وطالبت بهذا الحق نحن عندنا مبدأ في الإسلام هذا المبدأ هو أن صاحب الحق له الحق في المطالبة بحقه يعني المطالبة بالحق هو حق شرعي بحد ذاته جيد من هذا المنطلق حتى لو كان شيء يسير لكن بما أنه حقك فلك الحق المطالبة بحقك ومن هذا المنطلق الزهراء سلام الله عليها طالبت بفدك في البداية الزهراء سلام الله عليها لها ثلاث دعوات على استحقاقها لفدك دعوة الأولى دعوة النحلة دعوة النحلة أولا معنى النحلة هي معنى العطية من جيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حينما نقول أنحلتك يعني أعطيتك فأنحل رسول الله فدكا للزهراء أعطاها فدك فهي نحلة للصديقة فاطمة سلام الله عليها فقامت هذه الدعوة من قبل الزهراء عند الرجل الأول وقالت أنها نحلة عن حلنيها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زين هنا الرجل من المدعي السيدة الزهراء المدعي أحسنتم لأننا عندنا في الشرع الإسلامي التشريع الإسلامي في القضايا قضايا المحاكم الدعاوي عندنا المدعي والمدع عليه فإهنانا المدعي منه السيدة الزهراء الزهراء سلام الله عليه في المطالبة بالنحلة مبدئيا والمدع عليه الرجل الأول أبو بكر المدع عليه الزهراء سلام الله عليها. ها عدهم هنا نتوضيح في تعريف المدعي. المدعي يقولون إذا ترك ترك. يعني إذا سحب القضية خلص تسقط القضية. إذا ترك ترك. أما المدعي عليه المدعي عليه ما يترك. المدعي عليه يجب عليه أن يثبت هذا القضية التي مرفوعة ضده. التي رفع ضده. فهنانا كانت الزهراء سلام الله عليها. دعت بأنها نحلة. أعطانيها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدعي يعني الزهراء سلام الله عليها. طالبها أبو بكر بالشهود. مجيد. والحال المفروض لا يطالبها بالشهود لعدة أمور. أولا الزهراء ليست من أولئك الذين لا يصدق كلامهم. ليش؟ لأنه ماك واحد في المسلمين. ماك واحد في المسلمين يعني يحمل إيمانا. مثلا يقول أن الزهراء والعياذ بالله كانت كاذبة. ليش؟ لأنه سوف يخالف نص القرآن. القرآن ماذا يقول في حق أهل البيت. سلام الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محسنت. وهذه الآية نزلت في الخمسة أصحاب الكساء. ومنهم وقطبة رحاها كانت الصديقة فاطمة الذي هو الله سبحانه وتعالى في حديث الكساء يقولهم فاطمة فلا يوجد هناك مسلم يشك في أن الزهراء سلام الله عليها غير صادقة مثلا. حاشا. حاشا. فإذا لا يطلب منها الشهود. هذا يعني من ناحية الإيمان ومن ناحية المنطق. هسا لو تنازلنا أن من حق الرجل أن يطلب الشهود من الزهراء سلام الله عليها. نحن عدنا أيضا من ضمن التعاريف اللي تعرف المدعى عليه والمدعي أن على المدعي مثلا أن يأتي زين بالبينة. من جيد. فقال أبو بكر للصديقة فاطمة سلام الله عليها يجب عليك أن تأتيني ببينة. وقلنا تنازلنا أن لو فرضنا أن الزهراء من عامة الناس اللي يحتاجون أن يأتون لإثبات صدقية دعوهم. لأنه قضية طلب الشاهد هو القاضي أو الشرع. لماذا يطالب الشهود؟ في حال إذا شكل قاضي في صدقية كلام هذا المدعي. نعم. هنا يطالب الشهود لحتى يكمل القضية ويحسمها لأجل هذا الرجل أو هذا المدعي. جاءت الزهراء سلام الله عليها أولا بالحسنين زين. كشهود كشهود لأنه كانوا قد حضروا المجلس الذي أعطى رسول الله فدكا للزهراء. فقال الرجل الأول قال أن الحسنين هم فرع للزهراء سلام الله عليها. والفرع ما يجوز عليه أن يشهد لصالح العصر. زين. أولين الحسنين أيضا ضمن آية التطهير. يعني أيضا الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الرجس. أصنتم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ومن مصاديق الرجس الكذب. فالله سبحانه وتعالى هو يزكيهم دا ينفي عنهم الرجس ومن الرجس الكذب. فيجب عليه أن يصدق قول الحسنين. لكن رفض ورد باعتبار أن الحسنين فرع للزهراء سلام الله عليها ولا يجوز. أخذ صالحة. لا يجوز أخذ شهادتهم. لا يجوز شهادتهم. لا تجوز. لا تقبل شهادتهما. زين. نسأل من الرجل الأول. أنت تأمم هذا الحكم. تلتزم بهذا الحكم بأن لا يجوز قبول شهادة الفريع. إذا أنت تأمم نقول لماذا إذن أنت قبلت شهادة عائشة. لأن هو بيش استدل على أن الزهراء لا ترث. استدل بقول النبي يا بب من سمع هذا حديث النبي أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فجاء بعائشة كشاهد. عائشة هي أيضا فرع بالنسبة لأبي بكر. إن نعم. فأنت شلون ترفض شهادة الحسنين باعتبارهما فرع للزهراء. وتقبل شهادة ابنتك عائشة. لو أنه هذا الحكم يكون عام يطبق على الجميع. المفروض أيضا أنت تنطبق على ابنتك عائشة. ولا تقبل شهادتها. فلماذا أنت لا تقبل شهادة الحسنين يعني في حال يقبل وفي حال لا يقبل باقك تجر وباقنا لا تجر. هذا المبدأ الأول على أن هذا الحكم لو فرضنا أن هذا الحكم موجود على أن الفرع لا يقبل. وش وقت الفرع لا يقبل؟ إذا كان الفرع لا يقبل إذا كان مشكوك أمره يعني كلامه غير صادق أما مو مثل الحسن والحسين حاشا سلام الله عليهما فرد شهادة الحسنين ثم جئنا بشهادة الإمام أمير المؤمنين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليك تسمح لي أن نتوقف شهادة أمير المؤمنين بقضية فدك وقبلها نذهب إلى فاصل قصير بعد الفاصل إن شاء الله نعود لتكبلة هذا الموضوع والحديث حول شهادة أمير المؤمنين وما تحدث به أو ما داهر بينهما فيما يتعلق بفدك جرام سيد شكرا جزيلا لكم سادة الأفاضل نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل نكمل حلقة هذا اليوم ابقوا معنا للحديث تتم لكن بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن فدك وشهادة أمير المؤمنين التي توقفنا عندها قبل الفاصل بخصوص هذا الموضوع مرة أخرى أرحب بضيف البرنامج الدائم جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني حياكم الله يحفظكم بعدما تحدثنا عن شهادة وما حصل فيما يتعلق بشهادة الحسن والحسين في فدك جاء الدور الآن إلى شهادة أمير المؤمنين علينا عليه السلام الذي هو كان حاضرا فيما يتعلق بإعطاء الرسول للسيدة الزهراء فدكا فبالتالي كيف كان شهادة أمير المؤمنين بالفعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجر النار إلى قرصه فرد شهادة الإمام أمير المؤمنين باعتبار أنه زوج البتول الزهراء سلام الله عليها وقال بما أنه زوجه فيجر النار إلى قرصه ويدافع عن هذا فأيضا رد شهادة الإمام أمير المؤمنين نجي وأما بقيت شهادة أم أيمن فهي عجمية لا تعرف شيئا يعني لا تفقه شيئا زين والحال أن أم أيمن المبشر بالجنة من النساء المبشرات التي بشرهن رسول الله بالجنة وأما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فغنيا عن التعريف الإمام يعني سبحان الله شنو المقاييس يقول أنها نكبة المقاييس أن يقاس الخرنوب بالتفاح يعني أنت تقيس الإمام أمير المؤمنين بسائر الناس وتقول يجر النار إلى قرصه على كل فردت شهادة الإمام أمير المؤمنين احنا عندنا لا يفوتني أنا أذكر عندنا قاعدة أيضا بالفقه في الشرع الإسلامي البينة على من ادعى واليمين على من أنك بعد إذ يبدأ هو المفروض من يكون المدعي المفروض المدعي الذي جاء يدعي أن هذه الأرض ليست للزهرة المدعي يكون منه أبو بكر نعم والمدعى عليه الزهرات سلام الله عليها فأبو بكر لازم هو الذي يجب عليها أن يأتي ببينة وشهود مو الزهراء سلام الله عليها منتفت كيف يعني أنا بعد ما استعرضت وقلت على فرض أنه نقلل الزهراء سلام الله عليها في موقع المدعي والحال هي صاحبة اليد فدك بيدها يعني أنا الآن لابس هذه العباية يجي واحد ما يقدر يقول لي أنه هذه العباية ليست لك ليش لأنه بما أنه أنا أرتديها فأنا مالك أنا صاحب اليد يجب أن يأتي هو بالدليل هو لازم يأتي أحسنتم ببين أنه هذه العباية ليست لي وبما أن الزهراء كانت فدك بيدها ست سنوات وفلاحين من قبل الزهراء كان يعملون بأرض فدك فالمفروض أنت اللي جاي تدعي أن هذه الأرض ليست لي أنت لازم تجيب شهود مو الزهراء يجب عليها أن تأتي بشهود لكن كما قلنا تنازلنا ومع ذلك الزهراء أتت له بشهود وما أدراك ما الشهود الشهود اللي مثل الإمام أمير المؤمري سلام الله عليه والحسني لكن الرجل كان قد أثر على عدم قبول شهادتهم سلام الله عليهم أجمعين وشهادتهم أيمن جاينا الدعوة الثانية دعوة الملكية فعلى الرجل كما قلنا في خصوص دعوة الملكية إنه إذا كان أنا ساكن في بيتي نظره بالمثال الثاني يجي واحد يقول هذا الدار لي أقول أنا اللي ساكن بالبيت نعم وهذه دعوة تحتاج إلى أبين أنت روح جيب شهود أثبت لي أنا أنا ما أطالب بالشهود ليش لأنه كافي وجودي وانتفاعي من منافع البيت هو هذا حجة وفدك كانت بيد الزهراء وبمرأة ومسمع من المسلمين بأجمعهم ست سنوات كانوا يرون ذلك المسلمون كانوا يرون أن الفلاحيين يعملون من قبل فاطمة والزهراء كانت تعطيهم جبايتهم نحصل وحقوقهم جئت جرب سيد عن بي ودي أن أطرح سؤال في هذا الموضوع إذا كان للإبن نعم شيء من أموال أبي في حياته نعم من ممتلكاته نعم في حياته نعم وتوفى الأب نعم هل يطلق على ما أخذ نعم بالوارث نعم أم لا لا هذا إذا هذا المال كان في حيازة الأبن هذا سؤالكم فلنفرض هناك منزل للأب وعطى المنزل للأبن في حياته في حياته وشغل الأبن بعد الوفاة هل يطلق لا لا يطلب لا يطلق عليه ورده ليش لأنه هذا الأب حياته في حياته أعطاه أعطاه هذا بعد موت الأب لا يوضع هذا ضمن الميراث أحسنتم جيد إذن مفردت ميراث على فدك لا يمكن أن تطلق أبدا الميراث هذا مخصوص لما كان يملكه الأب حين موته وبما أن الأب قد أعطى هذا البيت لابنه في حياته فهذا البيت خرج من ملكية الأب فلذلك هذا لا يقسم ضمن أموال الميت في الميراث أحسنتم والزهراء سلام الله عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل سأل ربا يأتي واحد هذا السؤال سؤال لطيف ذكرني إلى موضوع أيضا في الفقه أن يأتي ويقول إحنا عندنا الهبة باعتبار أن رسول الله وهبة أرض فدك لفاطمة في حياته الهبة عندنا هبة معوضة وعندنا هبة غير معوضة يعني أنا ما قدمت لك شيء ولكن أنت تهبني شيء مثلا شيشة عطر مثلا بدون ما أنا أقدم لك قبل هبة مثلا شيء هذه تسمى الهبة التي تعطيت نياها هذه الهدية هذه تسمى هبة غير معوضة الهبة الغير معوضة يحق لصاحبها أن يرجع في الهبة ويسترجع الهبة جيد فالجماعة يقولون بأنه هذه كانت هبة من رسول الله لابنته فاطمة وبما أنه أبو بكر هو ولي الأمر بعد رسول الله فولي الأمر له الحق أن يسترجع الهبة التي وهبها رسول الله لفاطمة يريد يبرر في الصورة أنت أريد أوضح الصورة نعم واضحة يبرر غصب فاطمة فدكا عفوا غصب أبو بكر لفدك من فاطمة يقول هذه كانت هذه الأرض كانت هبة من رسول الله لابنته فاطمة وبما أنه أبو بكر كان ولي الأمر بعد رسول الله فله لولي الأمر له الحق أن يسترجع له أحنا على هذا الكلام وعلى هذه الفرضية عدنا عدة إشكالات الإشكال الأول الذي يرد هو من الذي عين أبو بكر وليا للأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أحنا عفوا الولاية الولاية تأتي في الشرع الإسلامي عن طريقين إما عن طريق الله عز وجل تعيين من الله عن طريق التعيين أن يقول أنا معين والله سبحانه وتعالى عين ما عدنا نص على أن أبا بكر معين من قبل الله أو من قبل النبي بل بالعكس عدنا نصوص تثبت أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المعين وأمرهم الشورى بينهم المنطق الثاني منطق الشورى يعني لربما أنت تقول نحن بقاعدة الشورى حصل أبو بكر ولاية الأمر من بعد النبي من خالف الشورى من يعني البيعة هي تمت من قبل نفرين فقط في سقيفة بني ساعدة يعني بمحضر عبد الرحمن بن عوف وعمر فقال عمر لأبي بكر مد يدك لأبايعك مد الرجل يعني في البداية أبو بكر طلب من عمر مد يدك لأبايعك فقال عمر أنت أولى بالبيعة يعني أوليك وأبايعك فمد أبو بكر يده فصفق أبو صفق عمر على يد أبي بكر وبايعه ثم بايعه عبد الرحمن أبو بكر ثم بعد ذلك كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تمسكوا بالشجرة وأضاعوا الثمر لأن القوم دليلهم على أنه أحقية لهم أحقية بولاية الأمر قالوا نحن شجرة رسول الله زين باعتبار نحن المسلمين الأوائل والمهاجرين والمهاجرين وصاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في تبليغه في دعوته ونحن شجرة رسول الله فهنان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تمسكوا بالشجرة وأضاعوا الثمر وهل تراد الشجرة إلا الثمر المراد من الشجرة غايتها غاية الشجرة هو الثمر نعم ونحن الثمر ولكن القوم تمسكوا بالشجرة وأضاعوا الثمر زين هذا الدليل الأول على أن أن ولي الأمر له الحق بأن يسترجع الهبة أولا الرجل هو ليس وليا للأمر الشغلة الثانية والدليل الثاني على أنه هو لا يحق له أن يسترجع الهبة أن الهبة التي أعطاها رسول الله ليست هبة غير معوضة وإنما هبة معوضة كيف هبة معوضة جبرايل وضحها للنبي أن أمها خديجة بضبط سلام الله عليها سلام الله على خديجة أن أمها خديجة بما أنها أنفقت أموالها كل أموالها أنفقتها في سبيل الإسلام والله عوضها عن ذلك بأن أعطى فدكا لإبنتها فاطمة سلام الله أحسنتم والهبة المعوضة لا يحق استرجاع لا للشخص ولا لولي الأمر الذي يأتي من بعد أحسنتم جناب السيد تقريبا بالجزء الأخير نحن من حلقة هذا اليوم وهي الحلقة الأخيرة تطرقتم لجزئية أنا أريد أن نقف عدها جزئية الربط ما بين فدك والإمامة نعم ما هو الربط ما بين فدك والإمامة يعني كيف ممكن أن نقرأ الربط بس خلينا أن أكمل الوسيلة الثالثة التي أيضا تسألتنا عنها نعم وإن كانت حقيقة المواضيع كثيرة ولكن الوقت للا سبت الوسيلة الثالثة نمر عليها بالسرعة نعم أحسنتم الوسيلة الثالثة هي دعت الزهراء حينما رأت أن الرجل لا يقبل دعوة النحلة وما يقبل دعوة اليد حجية الملكية بها فطالبت بالميراث خب أنا البنت الوحيدة بعد رسول الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرث أبي والله سبحانه وتعالى في القرآن هناك أدت آيات من جملتها قالت بسم الله الرحمن الرحيم وفي مقتصة من خبر زكريا قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آله يعقوب واجعله ربي رضية هاي واجعله ربي رضية أيضا عندنا شغل وياها من جيد وكذلك ذكرت الزهراء استدلت بي وورث سليمان داود والعايات الأخرى وأولي الله رحام بعضهم أولى ببعض في حقه في مسألة الميراث وآية أخرى استدلت بها الزهراء انترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فقالت الزهراء في خطبتها أفخصكم الله بآية دون أبي يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأبناء يرثون من آبائهم دوني ولسان آيات الموريث لسان عام نعم فكيف تحرمني من ميراث أبي هل هناك مثلا آية أخرى تقول بأن الزهراء لا ترث من أبيها رسول الله هو الرجل جاء بحديث يعني استدل بالسنة أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث مالا يعني لا نورث درهما ولا دينارا وما يعني ما يورثونه الأنبياء يعني هذا يستدل أبو بكر يستدل بأن سليمان ورث من داود ليس ورث مالا وإنما ورث العلم والنبوة وهذا خلاف القرآن لأنه المؤرخين يذكرون حينما يأتون بقضية الصافنات الجياد الله سبحانه وتعالى حينما سليمان استعرض الأجياد يعني الأفراس الخيل استعرض الخيل نعم هذه الخيل ألف فرس كان قد ورثها سليمان من أبيه داود أبو داود استولى على العمالقة وحصل داود النبي على هذه الأفراس ألف فرس فورثها سليمان فسليمان ورث مالا وما ورث النبوة ليش ما ورث النبوة سليمان لأنه سليمان كان نبيا من الأصر في زمان أبيه داود سليمان كان نبيا في حيات أبيه داود فما هو ما يحتاج أن يرثه والميراث يكون بعد وفاة الأب أحسنتم والحال أن سليمان هو كان نبي إذا أنت تقول ورث النبوة لا سليمان هو كان نبي وإنما المفسرون ينقلون في خصوص استعراض سليمان للجياد هذه الجياد الألف فرس كان قد ورثها سليمان بعد وفاة أبيه من أبيه داود وكذلك في مختصة من خبر زكريا إذ قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ليش كان خائف زكريا من أبناء عمومته هل يخاف زكريا من أبناء عمومتها أن يرثون العلم والنبوة هل هذا منطقي والشخص إنما يخاف مثلا من الآخرين أن يستألون على المال لأنه ما يحصل هناك استيلاء على العلم أو على النبوة فلذلك كان يطلب زكريا من الله أن يهبه غلاما وبالفعل الله رزقه يحيا حتى يحيا يرث أباه النبي زكريا والآيات الأخرى فاستدلت الزهراء ثم من جملة استدالها الزهراء سلام الله عليها باختصار قالت نحن أهل ملتين نحن عدنا أيضا إذا كان مثلا أحد الوراث مثلا كافر يعني إذا كان الأبن يهودي والأب مثلا مسلم فالأبن اليهودي ما يرث أباه هذا بالشرع وهل الزهراء سلام الله عليها لم تكن مسلمة على كل فإذن من خلال هذه الدعاوة الثلاثة التي أقامتها الزهراء سلام الله عليها رأت لا أن الرجل ما يقبل المنطق ولا الدليل الشرعي كما يقول الأديب العربي ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفري برهانها فلذلك الزهراء سلام الله عليها بعد خطبتها في المسجد ورأت جفاء القوم رجعت واجدة غاضبة مهيضة الجناح كثيرة الخاطر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقضية فدك هنا استدلت لتكون طريقا للحصول على استرجاع مصب الإمامة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أسجل هذا الخبر نعم ابن أب الحديد أيضا من أولئك الذين ينقلون خطبة الزهراء ابن أب الحديد يسأل من أستاذ النقيب أستاذ كان رجل رقيق والإجابات إجاباتها لطيفة ابن أب الحديد يقول أنا سألت من أستاذي هل كانت الزهراء صادقة في دعوها فقال وكيف لا تكون صادقة يعني لا يتم إيمان مرء أن يشك في صدق الزهراء سلام الله عليها التي نزل في حقها آية التطهير فسأله قال إذن لماذا لم يصدقها الرجل ومنعها فدكا قال لأنه الرجل كان عارف إذا اليوم يصدقها على فدك باعتبار أنها صادقة يجب عليه أن يصدقها في اليوم الثاني إذا جاءت تطلب استرجاع ولاية الأمر ومنصب العمامة فلذلك الرجل سد الباب من الأساس وأغلق النهر من الأساس حتى لا يسجل عليه هذه النقطة أنه يصدقها اليوم بقضية فدك كان واجه علي أن يصدقها في قضية الخلافة وهذا الربط ما بين الخلافة والإمامة وكان حقيقة بودي أن عبثا نبحث أكثر في هذه الجزئية لكن للأسف وقت حلقة هذا اليوم انتهى جناب السيد أحمد النواب الخطيب الحسيني ونوأياك في هذه السلسلة من الحلقات للحديث حول الأحداث التاريخية التي حصلت ما بعد رحيل واستشهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم وشكرا لهذه القناة حقيقة التي تتعرض إلى هذه المواضيع لتبين هذه المواضيع العقائدية الحساسة التي اليوم بعض شبابنا يواجهون هذه الإبهامات كيف يواجهونها ليش لأنهم يريدون أن يأخذون الدين ويعتبرون أن جميع الصحابة عدول فإذا كانوا الصحابة عدول كيف هذا التهافت الذي يحصل وشلون يأخذون دينهم هذه الحلقات وهذه المواضيع من القناة جدا مهمة لتضيء هذه الأمور لهذه الأجيال الموجودة شكرا جزيلا لكم جرام السيد وأتمنى لك التوفيق دائما الله يفضكم سادة الكرامة شكرا وصول لكم لحسن الأصغاري والمتابعة نلتقيكم إن شاء الله في حلقات ومناسبات قابلة إلى ذلك الحين هذه تحياتي أنا نزار السدخان وتحيات كادر العمل في أمان الله اشتركوا في القناة